هنخلي الجواز بعقد مدته 3 سنين ونمسك العصاية من النص ونتجوز شوية ونتطلق ميسة حمدان صدمت الجمهور باقتراح غريب عن الجواز فيترى إيه الحكاية؟ جدل كبير أثرته الفنانة ميسة حمدان على سوشيال ميديا الساعات اللي فاتت وده بعد اقتراح غريب لها عن الجواز وتحديده بمدة معينة فيترى إيه اللي قالته ميسة حمدان عن الجواز؟ وكان إيه رد فعل الجمهور عليها؟ البداية كانت مع حضور ميسة العرض الخاص لفيلم السيستيم واللي بتشارك فيه مع الفنان أحمد الفشاوي فبيناقش الفيلم شعور الشباب بالوحدة بسبب إنهم سنجل ومش مرتبطين وده اللي خلى الحضور يسألوا ميسة عن رأيها في الجواز خاصة إنها لحد دلوقتي سنجل وما تجوزتش وفجأة ميسة الموجودين برأيها عن الجواز وإنها من وجهة نظرها شايفة إن الجواز يكون بعقد المتحدد بمدة فقالت ميسة حمدان إحنا ممكن نمسك العصايا من النص نتجوز شوية ونتطلق ونعمل عقد متجدد كل 3 أو 5 سنين مع رضاء الطرفين ويتجدد هم عايزين يجدد ويجدد ومش عايزين خلاص يعني أنا بتكلم من برأ مش موجودة في الموضوع الواحد لما بيكون برأ الحكاية بيقول أي كلام طبعاً تصريحات ميسة عملت حالة كبيرة من الجدل بين الجمهور والمتابعين وتسبب في توجيه هجوم وانتقاطات حادة لها واتهموها أنها بتحاول تروج لأفقار مش صحيحة عن الجواز لكن زي ما فيه كتير من المتابعين هجموا ميسة وانتقضوها فيه كتير برضو دفعوا عنها وقالوا أنها بتهزر خاصة أنها بتحب دايماً الهزار والجمهور متعود منها على المواقف الكوميدية ميسة حمدان تعتبر من أشهر الفنانات اللي لحد دلوقتي لسه سنجل ورفض الجواز فهي فنانة أردنية تولدت في الإمارات جات مع أسرتها مصر وعاشوا هناك اتخرجت من جامعة القاهرة لكن قناة فضائية معروفة قررت تكتشفها بدأت تقدم برامج ساخرة عام 2003 كبت قلت فيها مشاهير الفن وشوية بشوية دخلت المجال الفني بقت تمثل وتغني وكمان تقدم البرامج ورغم شهرتها ونجحها وكمان الجمال اللي يخطى في أي حد لكن لحد دلوقتي ميسة ما تجوزتش لأنها صراحت أكتر من مرة إنها لحد دلوقتي ما قدرتش تلاقي راجل ناجح ودمه خفيف واللي بيحصل ما بينه وبينها كيميا ويخليها توافق على الجواز منه وقالت بشكل صريح عن سبب تأخر جوازها أنا حريصة جداً في اختياراتي وتصرفاتي مع الناس كمان أنا حريصة جداً في اختياراتي وتصرفاتي مع الناس كمان حياة الفنان صعبة خاصة مع ارتباطها بأعمال فنية بصفة مستمرة وده اللي بيخليني دايماً أفكر في إني أشتغل أكتر وانسى حياتي الشخصية لكن التصريحات دي ما كانتش كفاية من ميسو واللي من غير أصدق صرحت بتصريحات فتحت باب الهجوم والانتقادات عليها من المتابعين والجمهور خاصة إنها افترحت اقتراح بتحديد الجواز بعقد مرتبط بمدة معينة وده اللي خل الجمهور ينتقدها لكن هل ميسو هتحاول توضح موقفها وتبين أصدها إيه من تصريحاتها ولا هتتجاهل الهجوم والانتقادات اللي توجهت لها ترجمة نانسي قنقر